رأى سامة عالي السيدة عالي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثامنة عشر للمجلس في دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي وناقش المجلس مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018 والذي يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافية المتميز وإمكانيتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري الجدير بالذكر أن مشروع القانون يحقق تطوير الأحكام والقواعد التي أرسها القانون البحري القائم وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم والإسعام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة العنشطة التجارية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر